موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي أمي جروب ميكانيك العلمة البارح الحقني سؤالي يقول وش تخير ما بين نوفان تيجوان والكيترواس برتباك وفي المرسداز جي ألبي أول حاجة نقولكم أنه هذا رأي شخصي نبدأ معكم في التيجوان التيجوان ما هيش في نفس الفئة اللي فيها الكيترواس واللي فيها المرسداز جي ألبي لكن تقريبا قريبة لهم في السومة بما أنه قال نوفال تيجوان يعني الفاس دو تعدو زيام جيني راسيو جديدة جديدة فيها حوالي 200 حصان معنا نحكو على هذه النسخة التيجوان كما تعرف هي سيارة اعتمادية وأدت كامل موثقية في سوقنا أي بمعنى أنك نهار اللي تقول أني بيحها في فترة خفيفة تقدر تبيحها ما نقول لكش أنك ما تخسرش منها ياسف القيمة التاحة لكن في فترة خفيفة بإمكانك أنك تبيحها الحاجة اللي مشي مليحها نشوفها نسبيا على أنه لدي في روس ما بين الفاس إين والفاس دو ما هيش هذه الحاجة الكبيرة وما فيهاش هذه الحاجة اللي تخليها متميزة نشوفوها في الطريق أما بالنسبة المرسداز الجي ألبي دايما تشوفها أنها متميزة إضاءة جديدة حاجة مختلفة نشوفها في الطريق لكن الحاجة اللي مشي مليحها فيها على أنها تكون فقط بنسخة الفرونت ويل درايف في سوقنا يعني دفع أمامي فقط مازال ما جاتش نسخة الفورماتيك اللي تكون ترونت سينك لكن بالنسبة للمحرك تاحها أيضا رح يكون إما الديصولة الديصونفة نحكي في الديصونس في الديزال القوة محصورة من 150 أحصان إلى 180 أحصان فأنا نشوفها هذه السلبية نوعا ما كائن الأناقة كائن الجدية والتصميم لكن القوة شوي فبالنسبة للمرسداز أنا ثاني نشوفها مختلفة المرسداز رح يكون سعرها حوالي 960-970 مليون في هالحدود أما بالنسبة للتقواني جديد فسومته حوالي مليار و 70 مليون هكاك نحكي على نسخة الميتين أحصان في الأر لاين أنا خيارت الأودي كيترواء سبورت باك تشوف فيها التميز وتشوف فيها القوة دايما الله يبارك اللي يكسبو نحكي على الأودي كيترواء في نسخة سبورت باك أو في النسخة العادية نحكي في الجنيراسيوة جديدة تحس أنهم صغار فمع لا باليش أسكو هذه ميزة في السيارة والله في الناس اللي تشريها النسخة اللي معانا اليوم اللي هي كيترواء سبورت باك 2021 فتصميم جديد حاجة جديدة أنيقة نسخة سبورت باك تختلف عن النسخة العادية في العديد من الأشياء أهم حاجة نشوفوها في الكيترواء نسخة سبورت باك على النسخة الكيترواء العادية اللي هو الكالوندر شوفو كيفاه جاي كيما الأهرس فنحكي على الشكل تاعه تحسك بالتمييز في الطريق وتحس على أنها البيبي تاع الكيويت لأن الكيترواء فيها المورثات والملامح الخاصة بالأودي كيويت واللي تعتبر من أحدث السيارات في أسطول شركة أودي نحكي كروس أوفر أسي وفي أما بالنسبة للكيسانك والكيسات قاعد شكلهم كلاسيكي نوعا ما فإن شاء الله يوصلوا قريبا للسوق ونحكو عليهم أكثر الحاجة اللي ميزت هذه السيارة أيضا اللي هي كواترو يعني أول ويل درايف هي والتيقوان حتى التيقوان راح يكون كاتمسيو مرسيداس جيلبي راح تكون فرونت ويل المعذرة فقط نجو معاكم الحاجة أخرى الإضاءة التاحة كما تشوفوا ما شاء الله إضاءة جديدة عصرية ما كاشلون توبريار بالصح نحكي لالالوب تاحة والإضاءة ككامل فتعطيك انتشار أفضل في الطريق فمن هذه الخاصية الشركات صارت تستغني عن كشفات الضباب في التحت النسخة اللي معنا نسخة الأسلايم فشوفوا معايا هذا الكاش جاي كما تشوفوا بلبيانو بلاك وحتى في الكالوندر ثاني جاي كيف كيف فهذه تحس على أنها متميزة لك في نسخ أخرى كما اللي تجيب لقري ولا لقريسوري راح يكون الطاكيج أنيق أكثر نحكي كألوان وراح يكون أغلى فهذه من بين الميزات فالأبيض والأسود هو اللون اللي معنا اليوم عندنا هناك كما تشوفوا حساسات وكابتر والله يحتوي على خاصية لوبستاكل وعدكم أيضا كاميرا مراقبة الطريق فتقريبا هذا ما يوجد في أمامية سيارة نجو مع بعضنا الجانب السيارة أكثر حاجة راح أتميزها كما تشوفوا الجنط شوفوا الشكل تاعه كيفاه جاي يعني كمروحة نحكي على الشكل تاعه بالنسبة للمقاس راح يكون كما تشوفوا 255.40 على 40 معذيرة بمقاس 20 إنش نحكي على الجنط فراح يكون جنط مختلف على نسخة الكيتروة العادية وهذه من بين الميزات الموجودة عليها أكثر شوي عندنا نسخة بالنسبة للإضاءة عليها فقط فما كاش نحكي على الكاميرا طبعا دخول ذكي بالنسبة للسيارة موجودة على الباب في البادكاست كما تشوفوا عندنا هنا تداخل للألوان عندنا هنا من جايل تحت كوقاية للسيارة نجو أكثر لأكثر حاجة راح تخلي نسخة سبورت باك ميزة على النسخة العادية من كيتروة شوفوا وش عندنا هنا دايما نعرفوا نعرفوا هذه العرصة لولا والعرصة الثانية والعرصة الثالثة عندكم الأي بيلر البي بيلر ونجو هنا للسي بيلر شوفوا كيفاها جيم كوبيا تقدر تقول كوبيا هذه هي صح تعطيها منظر أحسن نحكي تشوفها من بعيد على النسخة العادية لكن بالنسبة المساحة من الداخل راح تكون راح تكون منخفض أكثر فهي ميزة وفي نفس الوقت تعتبر حاجة سلبية فهذا ما يوجد في جانب السيارة خلينا نشوفوا السيارة مع بعضنا في الاريار نجو معكم الخلفية السيارة فواضحة لأنها كوبيا أكثر من النسخة العادية نحكي عليها كنسخة سبورت باك وشهد عندنا الإضاءة التاحة أكيد جد جد متميزة لكن الحاجة اللي حبيتها لأنه يكون فيها هنا الفئ يكون روج كما راه موجود مثلا في السيارة اليون جديدة فالصراحة نشوفها رح تخرج حاجة مش نورمال كما نقول عندنا هنا تسمية السيارة كترواء الشعار حساسات خلفية وبالنسبة لكاميرا الخلفية التحت في البرشوك كما تشوفوا جاي دو فيزير من البلاس دي كما تشوفوا فيه عندنا شوية بيانو بلاك والعاكسة أو الأضواء العاكسة فهذه أهم الحاجات اللي نحكيها الأهم في الموضوع في المكان هذا واش عدنا عندنا كارون تيدي كواترو هنا بالنسبة لكواترو حكينا على أن السيارة رح تكون دفع كل أما بالنسبة لتيدي فالمحرك يزال تيربو ديركت انجكشن ديرليتر هذا اللي معنا اليوم بالنسبة للكارون واشي هو هذا كقواء للمحرك قداه ينتج لمختلف السيارات من A1 لل A8 نحكي في سيارات الهاتشباك والسيدان عند شركة أودي بالنسبة لنسخة الكيترو العادية في بلاس الكارونت رح تكون ترونت سينك واللي دخلت هي الأولى في السوق فتقريبا في نص سنة 2019 دخلت الكيترو جديدة اللي معنا حكينا أنه كيترو سبورت باك رح تكون كارونت بالنسبة لنسخة ترونت سينك تيدي رح تكون تقريبا 150 أحصان لأنه ترونت سينك فرح يكون محصور من 145 إلى 164 165 أحصان النسخة اللي معنا كارونت تيدي فرح تكون من تقريبا 170 إلى 205 أحصان فاللي معنا تقريبا عليها 200 أحصان فهذا بالنسبة لهذا الرقم إلى ماذا يرمز إلى وصلة 70 نحكي على الرقم هذا في بعض النسخة الأخرى فرح تكون فوق 500 أحصان فهذا اللي كان يدى اليوم خارجيا أروح وندخل السيارة ونحكي عليها شوية من الداخل يا بسم الله كما تشوف معنا هذه داخلية السيارة أول حاجة ما حكينا هاش اللي كما تشوف هذا هو مفتاح تشغيل السيارة واللي كلاسيكي نوعا ما طبعا تشغيل السيارة عن طريق زرفة احتياطي برك أنا حاجة نحب نحكيها على الكيترواء الكيترواء صراحة نحكي في نسخة سبورت باك والكيترواء جديدة تشوفها أنا في رأي الشخصي كتصميم خارجيا أفضل من أنها تكون متداخل فهي تم إنتاجها قبل الآترواء جديدة والغولف ويت والسيارة ليون جديدة فنحس أنه خلوا فيها نوعا من الكلاسيكية داخليا رح نبدأ معكم دايما الفولون عند الأودي فيجي جد جد متميز فتقريبا من 2016 2017 في أغلب السيارات الحاجات اللي نبدأ بيها واللي هو كما تشوف البطول اللي موجود على الفولون تحس أنه كلاسيكي نوعا بالمقابل القولف ويت والأطرواء والسيارة ليون صار فيهم تبديل خاصة الأطرواء جديدة فصارت نص تاتش يعني نحكي على الأزرار لكن هنا ما زالت أنها تكون كلاسيكية نصها اللي معنا اللي هي سبورت لاين فكما تشوف هذا هو رمز الاس الاس لاين كما نقول هنا عندنا كامل أدوات التحكم فأكيد موجود البودلشفت أو الباليت كما تشوفوا فيها أما ناقل الحركة أو البواد فيتاز تاحها أكيد رح يكون أوتوماتيكي ديس جي سات رابور أو سبع سرعات لبيانو بلاك ما نحكوش عليه كيفاه راه موجود خلينا بسم الله نوضع معكم السيارة باش نستمتع أكثر شوي صوت السيارة مرتفع نحكي على أنه نسخة الديازال معنا بالنسبة لإستهلاك هذه السيارة رح يكون حوالي من الأربعة ونص إلى ستة ستة ونص لتر لكل مئة كيلومتر فجد جد ممتاز نحكي على استهلاك الديازال نجيكم نحن نظام الامام اي كما تشوفوا على اللكرون تاحها فكل الأشياء اللي تحتاجوها موجودة بالنسبة للشاشة كما تشوفوا موجودة كاملة فأنا نشوفها نوعية نوعا ما سلبية شوي لأنه في الأطروا وفي جديدة خبوا كامل الأزرار هنا حكيت على أنه تم إنتاج هذه الكيتروا في الديميل دزناف أقبلهم بشوي فما كان هذاك التجديد أو التحديث اللي رح يكون عليها فبالنسبة لأنه عندكم الكليراج وعندكم كل رح تتحكم في نحكي الإضاءة الخارجية الخاصة بالسيارة بالنسبة لوضعيات القيادة رح تتحكم فيها من هنا كما تشوف تحذير رباعي وزر الحساسات فبالنسبة لوضعيات القيادة كما تشوف رح تجينا هنا عندك أو عندكم خلينا نروحه أكثر فالسيارة ما تكون رياضية شوي وتكون أكس شوي خاصة من ناحية البولون بش سيارة تكون حاكمة رح أكثر في الطريق بالنسبة لكي ترواء أنا سبت النسخة العادية فيها بالنسبة للطريق داخل المدينة نشوف ها قاسية شوي على تيجوان مثلا الجديد أما بالنسبة للطريق أو الخطوط الطويلة نحكي كالصفر فجد مريحة ما شاء الله فهذه نسخة سبورت باك أكيد رح تكون شبيهة لها كأنظمة تعليق بالنسبة للنظام الملاح أكيد يحتاج تحديث في بعض المرات فتقريبا هذه داخلية السيارة فحاجة أخرى نحكي عليها واللي هو سياج تاح من أكثر الحاجات اللي عجبتني كما تشوف كوير الكنطارة وقماش عليه وعليه بصمة الاس ما شاء الله بالنسبة المساحة في المقاعد الخلفية رح تكون ضيقة شوي فهذه من بين السلبيات سلبية أخرى في الموضوع على أن وضعية تعديل المقاعد رح تكون يدوية وحاجة أخرى أيضا البلاستيك اللي فيها تحسوا نقص شوية مع كل احترامات لهذه السيارة وإلى شركة أودي وحاجة أخرى حكيت على أنه جات من وراء القول كما تشوف هنا التحكم في السطح رح يكون أزرار مش رح يكون تاتش كما مراه موجود في النسخ الأخرى فتقريبا هذا ما هو موجود على الكيترواء سبورت باك 2021 تحديدا النسخة اللي معانا اليوم فهذا كان عندنا اليوم أنا كما حكيت لكم في الأول خياري كان الكيترواء كما تشوفوا سبورت باك على التيجوان وعلى المرسيداس جيلبي مرسيداس جيلبي من ناحية لزوبسيون ما شاء الله مليانة السيارة لكن كما حكينا فيها ميستين أنه محركاتها اللي راي موجودة في سوق ضعيفة وأنها دفع أمامي التيجوان الجديد صراحة نشوف عادي بالنسبة للمنظر إلى ما جينا للفوت تقنية اللي اسمها الـ فهذا فقط ما يميز تقريبا متشابه بالنسبة كبيرة مع النسخة الأخرى في الكلوماتيزان من داخل ولا إليكتروني صون بورصون فهذا اللي موجودة في التيجوان التيجوان يفوز من ناحية الاعتمادية جيالبي أنيق جدا وسيارة متميزة في الشارع أما بالنسبة للكيتروا جمعت ما بين على أنها تكون سيارة أنيقة وفي نفس الوقت يتعاش فيها يعني فيها من المواصفات خارجيا داخليا فهذا اللي كانت اليوم مع تحيات دائما جروب ميكانيك العلم ما تنسوش الاشتراك في قناتنا بالضغط على زر سبسكرايب ما تنسوش اللايك أكيد نخذك العدد المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة